خلنوح للخبر الثاني أو للحدث الأبرز وهو النهاردة الصدوء أو إصدار اللجنة اللومبية قرار جديد باعتماد مجلس إدارة نادي الأهلي وإضافة طبعا السيد العمري فاروق كنائب بعد حصله على حكم قضائي بحقيته أو يعني بموقفه السليم أو موقف نادي الأهلي السليم في فوز السيد العمري فاروق بمنصب نائب الرئيس هنا عندي تلات دروس تلات دروس يا جماعة لازم يعني ندرسهم لولادنا في التعامل مع هذه الأزمة آه تعامل مع هذه الأزمة حصل بنجاح واقتدار واحد النادي الأهلي بعد هذا القرار اللي شايفينه اللي بيعتبر انتصار كبير طبعا لإرادة الجمال الأمومية في الأول انتصار إرادة الجمال الأمومية النادي الأهلي أكتر أنديت مص ملتزم باللوايح لو النادي الأهلي كان موقفه اللقيحي أو اللوايحي مش مظبوط ما كانش استطاع في فترة قصيرة نويز بتحقه يبقى النادي الأهلي أول درس يا جماعة اللي احنا بنقوله في حكم المحكمة اللي صدر اللي صالح السيد العمري فاروق هو يزبط صحة كلامنا مش احنا اللي بنقول النادي الأهلي بيلتزم باللوايح هو أكتر مؤسس الرضاية في مصر مش هنقول أكتر عشان بس ما يعني من أكتر مؤسس الرضاية في مصر التزاما باللوايح طيب هنروح لمعالجة النادي الأهلي للأزمة منذ أتحدثت تاني يوم الانتخابات يعني المعالجة للأزمة حصل بدون ضجيج ما حصلش أي تصرحات خارج النص بيان بيطلع من النادي الأهلي بيتنشر على صفحته ولا كلام يعني الكلام كله كان منصب من النادي الأهلي موقفه سليم وهندافع عن حق النادي الأهلي أكيد وهنسبت صحة موقفنا من خلال اللجوء إلى طبعا القضاء العادل الشامخ عشان النادي الأهلي يسبت صحة كلامه كان معالجة الأزمة كان فيه هدوء شديد جدا شديد جدا يعني بتحصل بعض الأزمات دي في بعض النوادي وبنلاقي أمور بتحصل ولكن النادي أهلي مش كده خالص النادي الأهلي تعامل مع الأزمة حتى الكابتن عامري فرق أو السادر عامري فرق نفسه لم يصدر منه أي تصريح لبعد الأزمة ولا قبل الأزمة ولا أثناء الأزمة ولا أي شيء احنا نادي الأهلي عارف طريقه وعارف بيروح إزاي يلجأ لي مين وعارف هو طالما أنت في الأول طالما أنت في الأول ملتزم باللوايح متأكد من سلامة موقفك فأنت ما همكش أي حاجة كان زمان فيه مثل مثل دايما أهلينا كان يقوله لك يقولك دايما يعني امشي قدر يحترع دوك فيك يعني مثل كده شعبي بسيط ولكن هو لي مغزة كون احنا بنقوله في الأماكن الشعبية والأسر وبتاع بس هو لي مغزة يعني مغزة التزم باللوايح والقوانين وانت مش هبقى عندك أي مشكلة مش هبقى عندك أي مشكلة في أي حاجة تقدر تزمي تحقق بسرعة وبهدوء وبدون أي انفعال النادي الأهلي تعامل مع الأزمة بحكمة ألف مليون مبروك مجلس دارة النادي الأهلي ألف منهم مبروك السيد العامل فاروق الحقيقة يعني أكيد ده انتصار لإرادة جمالة عمومية الجمالة عمومية ومبروك أيضا لجمالة عمومية أنه قدر مجلس دارة الحالي والنادي الأهلي وطبعا السيد العامل فاروق أنه ينفذ قرار أو إرادة الجمعية العمومية من خلال طبعا لجوء للقضاء مصر الشامخ شكرا جزيلا